لبنان أهم من جورج قرداحي وأهم من موقع الوزاري بهذه الكلمات وضع وزير الإعلام اللبناني حداً لتواجده في حكومة مقاط المشكلة حديثاً معتبراً استقالته فرصة لرأب الصدع ومحاولة لحل الخلاف الدبلوماسي مع دول التعاون الخليجي إنني لا أقبل بأن استخدم سبباً لأذية لبنان واللبنانيين في السعودية ودول الخليج الأخرى ومصلحة اللبنانيين أهم من موقع الوزاري لذلك قررت التخلي عن منصبي قرداحي اعتبر استقالته التي تسبق زيارة الرئيس الفرنسي للسعودية وبعض الدول الخليجية بادرة حسنينية لفتح باب التفاوض والوساطة الفرنسية في سعي لتخفيف حدة الأزمة الدبلوماسية وتجنب ما قد يحدث من مشاكل مع الجالية حرب اليمن التي تسببت لنا بكل هذه الأزمة لن تستمر إلى الأبد سيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون على الطاولة ويوقعون سلام الشجعان عندها أرجو أن يتذكر أن هناك رجلاً في لبنان طلب بوقف الحرب تعود بداية الانسداد الدبلوماسي بعد اعتبار قرداح الحرب باليمن عبثية وبأن للحوثيين الحق في الدفاع عن أنفسهم خلال مقابلة في برنامج تلفزيوني سجلت قبل أن يعين وزيراً وأثارت غضب السعودية والكويت والبحرين والإمارات التي ردت باستدعاء سفرائها من بيروت فهل ستعيد استقالة قرداح الدفء للعلاقات بين بيروت والعواصم الخليجية؟ اشتركوا في القناة